تمضي الحكومة اليمنية قدما لتحضير للمشاورات القادمة المزمع اقامتها خلال سبتمبر المقبل في جينيف هذا ما اخبر به وزير الخارجية خالد اليماني العديد من سفراء الدول الغربية وعلى رأسهم ماثيو تولر وزير الخارجية الامريكي في اللقاء الاخير الذي جمع بينهما في العاصمة السعودية الرياض لكن اليماني اراد اصالة كهناته ومخاوفه ايضا بشأن مساعي الميليشيا التي يرى انها تستهدف افشال المفاوضات فالميليشيا على حد تعبير اليماني لم تعترف بالمرجعيات الثلاث المحددة للمشاورات والتي ترى الشرعية اليمنية ان اي مفاوضات لا بد ان تكون ضمن هذه الثلاث المحددات المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرار الاممي اثنين وعشرين ستة عشر الجماعة الانقلابية لم تخرج حتى الان بموقف واضح وصريح من مشاورات جينيف وما رشح عن موقفها هو اعلان الموافقة على الدخول في المفاوضات التكهنات تصب مثل كل مرة في اتجاه الميليشيا للمراوغة وكسب الوقت خصوصا وان عديدا من الامور العسكرية والسياسية لم تتغير كثيرا منذ مشاورات الكويت فالمعطيات العسكرية لا تزال على حالها وما كانت تعول عليه الشرعية من وراء معركة الساحل الغربي وتحرير الحديدة ومينائها الاستراتيجي اصطدم بموقف دولي معارض المواقف الدولية هي الاخرى لم تشهد اي تغير في نظرتها للمشكلة اليمنية وتبعاتها العسكرية والانسانية وهو ما يعده مراقبون نوعا من الفشل الذريع للدبلوماسية اليمنية والتحالف العربي ايضا المتغير الوحيد في كل ما يجري هو المبعوث مارتين جريفث الذي يبدو ان لديه تصورا مغايرا لمقدرته في حرحلة المواقف المتصلبة ووضع الاطراف اليمنية على خطوط تواصل مشتركة رغبة جريفث قرنها بمدى التزام الميليشيا بما سيتم الاتفاق عليه اما عن مسار المفاوضات القادمة فقد اكد المبعوث الامم في تصريحاته الاخيرة انها ستبدأ من حيث منتهت الجولات الثلاث الاولى في بيال وجنيف السويسريتين ومفاوضات الكويت ليس واضحا حتى الان على ماذا يستند جريفث في تحقيق تطلعاته وانجاز ما عجز عنه سابقيه لكن الايام القادمة كفيلة بكشف المستور وان غدا لناظره قريب ترجمة نانسي قنقر